رجعنا لكم مشاهدين متابعين برنامج شباب قول وفعل مع أول ضيوفنا اليوم في حلقتنا رح يكون الأستاذ علي العواضي مدرب ومتخصص فيه مع التنويم من معهد التنويم من البورد الأمريكي مساء عليك بالخير سعى الورد حياك الله أستاذ علي معنا في برنامج شباب قول وفعل إحنا الإسم بروحة شذيه يشدنا دايما عندنا مفهوم يمكن مفاهيم مغلوطة يمكن مفاهيم صحيح حول التنويم المغناطيسي شنو هو التنويم المغناطيسي في البداية نعم أول شيء مساء الورد أول شيء التنويم المغناطيسي وهو يسمونه التنويم الإيحائي التنويم المغناطيسي لكل عارفنا هو التنويم المثل الساعة أو ليسحب الحشة هذا مافهوم شوي خاطئ لأنه بسبب الأفلام هو يسمونه التنويم الإيحائي هو عن طريق برمجة المخ أي شيء عن طريق ضخف أي إيحاء الشخص المقابل أو هو اللي يبيه ممتاز بس وفق رغبة الشخص Hyundai Gymi combo مغناطيسي يكون موافق الشخص الذي موافق لا ينام ينام بطريقة ثانية عندنا تكنيك ولكن يجب أن يكون من رغم لأنه يغير من نفسه طبعا المعروف عنه بالتنويم المغناطيسي يمكن أن نرى بالأفلام والذي نحن متعارف عليه مع السادة المشاهدين بالأفلام نرى يقوم ويقعد ينومه يقوم ويقعد ويقعد ما نعرف أكثر عن موضوع التنويم هذا العملية هذه شلون تسير وشلون خطواتها التنويم المغناطيسي كان في عام 1750 كان في عالم اسمه مزمر كان مسك آدات التنويم وكان يضخ الكلمات جدام الجمهور وكان يطق المغناطيس على الشخص يقول له نام وينام في يوم من الأيام نسى المغناطيس فيا بخشبة فتوهق فكان يقول الكلمات فقال له نام ونام فبين أن التأثير من الإيحاء ليس من المغناطيس فهذا هو الاسم المسمى الخاطئ مغناطيس تنويم مغناطيسي ولكن هو وفق الحادثة الاسم صحيح تنويم الإيحائي تنويم الإيحائي المجالات التنويم المغناطيسي كثيرة نحن لا نستطيع أن نقول نقتصر فيها على شيء واحد يعني أنا اليوم أقدر تنويم الإيحائي بمعنى الصح أقدر أنا أعدل فيه أفكار أو معتقدات عند الأشخاص أو أحط فيه خلينا نقول مبادئ وقيم وهو يبيها وايد بهذه الطريقة من خلال برمجة المخلية ومستخدمت أيضا في عملية خلينا نقول الحمية أو التكميم من خلال التنويم المغناطيسي عشان الشخص اللي يعاني من وزن زائد ممكننا يفقده في هذه العملية كلمنا عن هذا التكنيك طبعا هذا أنا مستخرجها هو عملية التكميم وربط المعذب التنويم يعني هي فكرة تك أنت فكرة تي أنا هي عن طريق كلها عن طريق البرمجة كلها عن طريق البرمجة يعني الحين عندنا مثلا من نروح نسوك السيارة نتكلم بالتليفون وفجأة نوصل البيت واحنا بالتليفون الحوار ونصعد فوق القرفة فشنون البرمجة صارت للبيت مع أنه ما كان مودنا للبيت نعم صح فبالطريقة هذه كأنك مسايا عليك نور احنا راح نبرمجهم نفس الطريقة هذه نبرمجهم أنه خطوات أنه أنت مسوي عملية التكميم أنت معدتك صغيرة وانت راح تاكل كميق فأهو يتصرف وفق هذا السلوك وكأنه بالفعل مسوي العملية عليك نور أول أسبوعين يشرب سوائل وهستوالف بعد نفس الطريقة وما يحس بالأكل هذا يمكن أن طريقة التحكم بالتنويم المغناطيسي اللي تكلمنا عنه بس شنون نقدر نتحكم بالمفتاح الأساسي في تشغيل العقل يعني نقول التحكم بالشبع اللي تكلمنا فيه توا نعم بس أنا الحين لم ي هل معقولة أن أنا الحين أستخدم التنويم المغناطيسي حق التنويم نفس حق الرجيم غيرت الاعتقاد بس خلاص تغير معنات أني أنا غيرت بس في أن أنا أوصل للشبع عليك نور أنا بس اللهم أغير الاعتقاد إذا غيرت الاعتقاد كل شيء وخلاص أنا راح أشبع مجرد من أن يكون عندي وجبة معينة وأنا عندي الاعتقاد أن أنا مسوي تكميم خلينا نتكلم قبل شوي تحت الهواء كنت قاع أقول لك عن موضوع الإرادة شون تتخلق إرادة الشخص قلت لي فيه فرق بين الإرادة والرغبة أبيك تتكلمني عن الفرق بين الإرادة والرغبة وشون تزرع الرغبة في هذا خلينا نقول الشخص اللي محتاج لهذه الخدمة نعم الإرادة هي الحماس هي اللي تروح وترد نفس الشخص يتحمس يقول باجراء عزوي دايت من يوم السبت من يوم السبت هذا يوم السبت هذا ثابت يوم القاتل فياكل ياكل لما يكبر الحجم فمني الرغبة شون الرغبة أن الأوام الخارجية ما تأثر عليك بأي كلمة حتى أنت ما تأثر خلاص فيني رغبة من الداخل ولا أحد يغيرني ولا أحد يقدر يأثر عليك هذه الأشارات أنت قاعد تأخذها بنفسك إلى المخ بأن توصلها عن طريق المخ نعم تأخذ الإشارات هذه وتطورها بأن أنت تمتنع عن شيء أو أنك أنت يتسوي أو لا عليك نور يعني يكون عندك كنترول كنترول عليك نعم أنزين هذا شيء حلو أن الواحد يوصل حق الكنترول هذا ويمكن اليوم قاعدين نشوفه شايع الموضوع هذا وايد خصوصا أنه دخل في أمور الطاقة وعلم الطاقة يمكن الليحاءات اللي قاعدة تصير قاعدة تطاقة السلبية والإيجابية نطرد السلبية والإيجابية من الأمور هذه لكن إذا بني نتكلم عن شلون تهيئة المدربين أنت اليوم قاعدين تعطي محاضرات تقدم محاضرات شلون قاعد تحيي المتدربين حق هالشيء هذا نعم أنا أهيئهم أول شيء شيء للاعتقاد بعد الاعتقاد أنا أقدر شا سوي مثلا أسوي حركات أنه هيئهم داخل ألبس ملابس العمليات أخلي تشوفون جو العمليات فمن يتشوفون هالجو فبس أنا خذت الفكرة أنه خلاص يبون فبس هذا هو الإيجابة نعم معانا الحين في فيديو نحن معانا في فيديو قاعد نشوفه هو إذا تكلمنا عنه استاذ علي نعم هذا الفيديو هو عن دورتك نعم هذا عن ممارس العلاج بالتنويم الإيحائي هذه دورة مدتها تقريبا خمس أيام ممتاز الشيء أعلم المتدرب هو يعالج الأشخاص ممتاز فإذا هو مثل ما أنت تنقل الفكرة أو هذا الإيحاء وتبرمج مخه عليه شلون هو ينقل حق غيره نعم ولكن مو التكميم ولكن هو عن شغلات فكرة الرغبة فكرة التنويم كلها هذه الدورة هي أعطيهم شهادة إنه شلون أهم يعالجون الأشخاص يعني أنت تعطي يمكن من خبرتك أو من شهادة تقدمها له أهو شلون يقدر يعالج الناس أو إنه ممكن أن يدرب أيضا لا من حق إنه يعالج بس يعالج ولكن هناك دورة ثانية يجب أن يأخذ هذا يدرب صحيح طبعا في مثل هذه العملية موضوع الرجيم وفي ناس أوزانها يعني تكون جدا كبيرة يخاف من العمليات يخاف من سالفة البنج يخاف من سالفة الجراحة ممكن للناس عندها الجراء أن تتسوي عملية تكمين فعلية في ناس كثير منهم يحس أنه من يوصب بداية المشوار ما نزل بالأسبوع ما نزل لربع كيلو هذا تضايق وضاك خلقه وخاصة أماني بخربها شنو التكنيك اللي تستخدمونه أو النصيحة أو الطريقة اللي يتعاملون فيها مع هذا الشخص علشان تبثون في هذه الإرادة الحماسية تغير الرغبة إذا قيروا الرغبة رح يتغير هو الفعل هذا مثلا فيه أشخاص مثلا ينزلون بأربع أسابيع كيلو واحد فمن يقولون ليش أقول لهم لا تطلعون الوزن لأن الميزان هو القاتل إذا صعت تروح تاكل إذا نزلت تروح تاكل شنو فائدة الميزان أهم شي اللبس حتى لو يثبت الوزن بس يكون اللبس يختلف يختلف نعم يختلف أنا مثلا نزل دهون وزاد ماي فشي عادي بيختلف الجسر بس هذا أكيد يمكن أيضا يأثر في اللبس اليوم خصوصا صيف دشين الصيف فالناس يمكن همها أو اللي يشوفها سواء شباب أو بنات اللي هو صار عندهم اللي هو الانفتاح على النادي على العناية في الوجبات التغذية لأمور هذه ليش عشان الصيف والسباحة وتدري البحر لأمور هذه وأيضا اللبس يكون اللبس الصيف يعني خفيف مو نفس الشتوي فالناس قاعدة تتعب على هالشي قاعدة تروح مثل ما قالت أنوار هو عمليات تكميم بالنسبة حق الامتان قاعد يروحون حق عمليات تكميم ولكن مو الكل قاعد يسوه يعني في ناس قاعد استرجع صح أن هذه ممكن الضرة يعني عمل التكميم مو صحية حق كل شخص وإيضا الخشونة والأشياء هذه قاعد تيمن السمنة فإذا الموضوع اللي قاعد تسوهونا هذا العلاج اللي قاعد تقدمونا بالتنويم يفيد نقول فيه انزال الوزن أو انقاصه فهذا رح يفيد شريحة كبيرة من اللحظة تفادي الأمراض صح تفادي كثير من الأمراض لأن السمنة لها كثير من الأبعاد الأخرى في ناس تتوي تكميم أصلا أو تلجأ حق الرجيم لأنه في عندها جانب مرضي مو جانب الرشاقة أو مو عندها في الجانب الأول خلينا نتكلم عن طريقتك أنت شلون الرجيم أو هذه البرمجة يعتقد أنه بعملية تكميم من شون تبعد عنها هذه المؤثرات المؤثرات أول شيء أي يمتين لازم يكون هو حساس خلاص يعني هاي قاعدة لأنه بسبب نوايد يلوم نفسه وسبب المجتمع نعم وكلمة رجيم هي قاتلة يعني بالنسبة أنا مثلا ما يدخلون يخلصون أقول لهم ما أحد تب تأكلون أكلوا اللي تبونا بس ما في شيء اسمه دايت ما في شيء اسم الرجيم وأهم شيء إنها تأكلون الكمية اللي حددنا لكم يعني نقول كميات بسيطة اللي قاعدين نشوفها اليوم وجبات كثيرة تكثر عدد الوجبات نعم كميات بسيطة صحيح عشان تسوي نقول كنترول أنا قاعدين نشوف فيديو هذا اللي موجود في التوبوكس هنا مع السادة المشاهدين في قاعد نشوف شنو هذا عصير أو شيء فنتو هذا فيمتو زي شنو علاقة هذا شون أثر على الناس هي التجربة شلون أني أنا عندي مثلا قلاس أو شيء شفاف بعدها أضخ عليه النقاط السوداء هو المؤسرات الخارجية فيتلوث اللون أنا مني كعنص المساعد أضخ الإيحاء الإيحاء يكون ماي شفاف فمن أضخ يطلع يطلع اللي تحت اللي تحت اللي تحت إذا قاعد تفور رح يطلع رح يطلع آخر شيء رح يطلع شفاف فشوي شوي يمشي معاي فأنا أضخ في الإيحاء فهالتجربة هي شون يأثر المجتمع كلامتنا قبلوا شوي عن الدورات قلت في عندي دورة مدة خمسة أيام هل هذه الدورة قريبة أو انتهت فنتكلم عن أهم الدورات اللي رح تكون مقبل عليها في هذه الفترة نعم عندي شهر ستة إن شاء الله هي الممارس وممارس متقدم للمستوى الأول الثاني لعلى عاجب التنويم شهر ستة مدتها خمسة أيام وعندي أسبوع القادم يوم الأحد ستة وعشرين أربعة أمسية استرخاة واستخراج الذكريات المؤلمة والهموم بالتنويم يعني الموضوع مو بس رجيم حلو هذا الشيء قاعد يصير بالعلن يعني جدام الناس مو في خصوصية يعني ما في خصوصية ما رح أخلي يتكلم شخص حلو بس إنه راح الدربة لا ولا أدربة هو هذا السبوع الياء مو أدربة السبوع الياء أطبق على الكل حلو إنه مني يطلع من دورتي هو ناسي الذكرياتي جايك والناسي نعم ممتاز أنا يمكن عندي سؤال بس ما بي أقاطع أنوار في عندي شغلة الحين أبي يتكلم عن عن دوراتي يمكن اللي قاعد تحاضر فيها شنو أكثر عدد أو أكبر عدد يمكن دخل في عندك في دورة من الدورات هذه هو دورة عملية التكمين والضر أنا حتى بره طالبيني أنزين واليوم طلبوني عمان ممتاز أي سويتها بالبحرين سويتها بالسعودية مرة واحدة توا يوم الليمعة للطاف وبالبحرين سويتها ثلاث مرات بالكويت عندي المرة السادسة إن شاء الله بعد اسبوعين نعم شهر ستة لا بالتكميم شهر خمسة الحظور كان كبير بالوين باللي سويته في السعودية بالبحرين كان حظور كبير جميل نعم خلينا نتكلم مرة ثانية حق موضوع التكميم وأنقاص الوزن وهالكلام في وايد مثل الناس يشوفون أن النظام الغذائي اللي أهمه معتمدينه يحتاج لازم إلى الرياضة أنت اليوم شرت عنهم الأحباط أنه أنت أكل اللي تبي لا تفكر بكلمة ترجيم عشان لا تصير حساس لابد أن حتى لما الشخص يبي يضعف أو يوصل لوزن مثالي لابد أنه هو يحافظ على شيء ثاني لأن عملية التكميم مرة تتسبب ترهلات تتسبب بعض المشاكل الجسدية هل أنت تدعم هذه الفكرة بفكرة النادي أو فكرة ممارسة الرياضة أنا مني أعطيهم إيحاء غير مباشر شون أحفزهم وأعطيهم إيحاء بالأهداف من أعطيهم إيحاء بالأهداف أن يشوفون نفسهم أهمه لابسين سايز اللي يابونه فمني أهوة أورادي الكنترول ما لهم الرغبة رح تتغير واجباري روحون يلعبون الرياضة أهمه بالردي يعني بالطريقة هذه وهل هي طريقة سهلة يعني سهل أن أنت بالخمسة أيام هذه أن توصل الفكرة هذه حق المتدرب المتلقي أنه يوصل حق نقول لاحتراف بالشي أو يكون كتعليم هي يوم واحد هذه الدورة يوم واحد أما العلاج هي تكون خمس أيام أنا بالخمسة أيام بل هي فترة كافية لأنه يتعلم شون يعالج أي وايد كافية ويطبق جدامي قبل لا يطبق تغريبا ثمانة مرات لا يوم بيوم أي تمرين تدرج نعطيهم تمارين تدرجية بعدها التمرين القول قلت لي تحت الهوى علي أنه ليس كل شيء بسرعة فحتى مثل هذا النوع من العلاج أيضا لا سأتي نتيجة بسرعة شنو المقصود بهذا الموضوع شنو هو اللي لا سأتي بسرعة شنو لازم يكون متهيع حق الشخص لما يسوي يعني التكميم يمكنه بشهر ينزل عدد كبير وهائل من الوزن فهل هذا نفس الطريقة؟ لا طبعا ما رح يكون نفس الطريقة لأن هذا هدف مثل ما نقول كله رح يصير له ترهلات فأنا ما بيصير لهذا الشيء هو شوفي أنا ما عندي آدات سحرية أقلب الشخص غزال أو شيء أنا لازم أنا ساعد 50% والشخص المقابل 50% أنا أردي من أطلع بر الدورة أردي وهو رح يحس أن معدتها صغيرة يعني مو معقول أن أنك ضخيت في الفكرة ضخيت في الفكرة خلاص فمعنات أنه مو كافي أنه يحضر إلى محاضرات نقول التنوين بأنه يفقد وزنه لازم أيضا يمارس الرياضة لأن الرياضة جدا مهمة أن الواحد يمارسها يعني بدون الرياضة ما في الصحة ممكن 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 بدون الرياضة ممكن ناس تنزل خمسة كيلو ستة كيلو ملازم رياضة خمسة ستة كيلو هذه بدون رياضة؟ تنزل أنا توني قلت لأبي لي خمسة كيلو فما توقع نتجة بتكون نفس الشخص وزنة وايدة كبيرة شكلي أنا مقبلة على الدورة أنوار يعني الخمسة كيلو أو الأول كيلوات تنزل بسرعة بعدين يوقف الوزن شام تلقيه ويختلف من عمليات الأيضة أنا في أشخاص عندي نزلوا باليوم كيلو وعندي في أشخاص بالأسبوعين تقريبا كيلو لأن في مشاكل أخرى ممكن تكون الغدد أو الغرمونات لا 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 حسب الجسم وفي ناس عندها دهون زايدة وفي ناس ما عندها دهون زايدة فكاة تنزل تدرج الفاتحة مشكلة كبيرة يمكن يعانون منها الكثير أيضا مثل ما قلنا الحين هو يمكن الفترة المناسبة لقضاء نقول الرياضة المشي على الأقل بينها تكون ساعة باليوم أو 30 دقيقة أو أيضا دراجة لا تقول لي الجو حار الممشى زين وعندك النادي إذا تروح تمارس رياضة المشي فهذا الشي يساعد أيضا نعم نتكلم عن المخرجات حق العمليات الذهنية النتائج حق المخرجات العمليات الذهنية شنو هي أني أنا أطلحهم أني أنا أول شيء هيئهم إذا هيئتهم إذا هيئت نفسيتهم أنا أول شيء شيء المشاعر لأن أورادي المتان مثلا يعصب يروح ياكل وإذا استانس يروح ياكل فمنشيل أنتم مشاعرهم السلبية مثل طريقة الفنتو الشون أشيل المشاعر سأشيلها هم طريقة التنويم أنا أعطيتها تقريبا الدورة هذه أعطيها ساعتين ونص منها أشيل الاعتقاد وبعدها أعطي مثل الجلسة جماعية أشيل المشاعر وبعدها أعطي الجلسة التكميم نعم نحن نتمنى لك للتوفيق علي ونشكرك على وجودك معنا في برنامج شباب قول وفعل وأكيد اللي يحب يتواصل مع علي يقدر يكون موجود عندك عنوان في الإنستجرام أو طريقة التواصل إن شاء الله احنا راح نحط عندنا في البرنامج عنوان الإنستجرام اللي يحب يتواصل معاه ويشارك في هذه الدورات راح نروح معاكم فاصل من التكميم للتغذية هذا التقريب نروح نشوفه وأكيد راجعين عندنا حوار وضيوف آخرين ترجمة نانسي قنقر